وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُو السُّفَهَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ أهلاً بكم وأسعد الله حياتكم بنور الحكمة في يوم من الأيام اجتمع أربع من السفهاء في رحلة سفر طويلة واتفقوا يكونوا صحبة وكان كل واحد منهم مع الفرس بتاعه والزاد اللي هو الأكل حطوا في صرّة صغيرة واتفقوا علشان يكونوا أصدقاء يأكلوا كلهم مع بعض فحطوا كل الزاد في إناء واحد قعدوا مع بعض وقعدوا يأكلوا ويتسابقوا في الأكل لغاية ما الأكل تقريبا كله خرص وفي اليوم الثاني يحسوا بالجوع واحد منهم اقترح إن هم يصوموا الأيام دي ولما يجي رمضان يبقوا يفطروا وافقوا جميعا لأن ما كانش فيه حل تاني وفضلوا ماشيين لغاية لما جي وقت الظهر عدوا على قرية كان فيها عمدة كريم أصر إنه هو يعزمهم على الغدى اعتذروا بحجة إنه هم صايمين وكملوا طريقهم وفضلوا ماشيين 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 لغاية وقت قبل الغروب بشوية وصلوا البستان خبطوا على الباب خرجت امرأة سألها واحد منهم هو ليه المغرب تأخر عندكم ولا رمضان خلاص خلص خافت المرأة منهم وفتقرتهم مجانين وقالت لهم رمضان إيه ده فضل علي خمس شهور وقفرت الباب ولما زوجها عاد من العمل حكت له الحكاية فلمها إن هي ما أطعمتهمش لأنهم أكيد على سفر وأكيد جانين وبشهامة العرب قام بسرعة وتحرك لعله يلحق بهم وفعلا لحقهم جابهم عنده في المنزل وأطعمهم واستأذن يعمل شوية حاجات جلس الأربع صفهاء يلوموا بعض وقرروا إنهم يبعدوا عن بعض قام كل واحد في زاوية يصلي مع نفسه وبعد فترة وجيزة رجع صاحب البيت أول واحد وهو بيصلي سأل صاحب البيت عن اتجاه القبلة قام التاني قاله إزاي تتكلم وأنت بتصلي كده صلاتك بطلة فجيت تالت وقال له يا مغفل وأنت كمان صلاتك بطلة ولأن الرابع كان أسكاهم تنحنح وقال بسرور الحمد لله لم تبطل صلاتي هم دورة السفهاء فالسفيق هو كل واحد ضعيف العقل خفيف الرأي لا يحسن التصرف طائش أحمق جاهل لا يستطيع التفريق ما بين المصالح والمفاسد وعلشان كده يشار أحيانا للطفل الذي لم يبلغ والمجنون والمعتوه بكلمة السفهاء قال الله تعالى دعونا نتدبر في هذه الآية الكريمة من القائل هم المؤمنون المصلحون ومن المقيل لهم هم المنافقون آمنوا كما آمن الناس من هؤلاء الناس هو لفظ عام أريد به مخصوص وهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كما قال ابن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما ده بالضبط زي قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكلمة الناس هنا لفظ عام أريد به مخصوص اللي هم الكفار أبو سفيان وأصحابه فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين نحبهم ونحترمهم ونتمنى صحبتهم في الفردوس الأعلى فمن شاهد لهم بالإيمان هو الله عز وجل قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية والأفضلية والأسبقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني فمن أنت أيها الكافر الزنديق المنافق لتتهم الصحابة الكرام بأنهم السفهاء بل أنت والله السفية قال الإمام أبو زرع رحمه الله وهو أحد علماء الحديث إذا رأيت رجلا ينتقس إمرأة من الصحابة فاعلم أنه زنديق وذلك أن الكرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة فمن جرحهم أراد إبطال الكرآن والسنة ولازم جميعا نعتقد من جوى البناء أن الصحابة كلهم عدو الوثيقات وتقبل الرواية منهم مباشرة ذات يوم سئل الإمام مالك عن رجل يسب الصحابة فأجاب رحمه الله من وجد في قلبي غيظا على أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابه قول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار فهؤلاء المنافكون الضالون حين اجتمعوا بعيدا عن عي المؤمنين قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ففتحهم الله عز وجل وانظر أخي الكريمة من أجاب عن المؤمنين إنه الله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا للتنبيه حتى لا يفوت السامع أي شيء من القائل عندنا إن للتأكيد وهم ضمير الفصل أيضا للتأكيد وأعتقد في الآية الكريمة أنه كان ممكن حسف ضمير الفصل هم فتكون ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون ولكن الله عز وجل أتى بهم ضمير الفصل كأنه يقول أنه لا يوجد سفهاء إلا هم ويقصد المنافكون قال الإمام الشعراوي رحمه الله صحيح أن من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان جلهم من الضعفاء ولكنه وقد آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كل من أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وعثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه وهم من هم في قومهم من العزة والغناء وآمن به أيضا من سادة شباب كريش مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وبنت أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ثم يؤمن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ويصبح سيف الله المسلول وعمر بن العاص ومن الملوك النجاشي ملك الحبشة فهل يعقل أن يكون كل هؤلاء من السفهاء هتلاقي أن نظرة المنافقين كان كلها طبقية واستعلاء وعنصرية لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل هذا بين الناس فلا فضل العربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى وآخيرا قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ولأن الإيمان مسألة فيها نظر تحتاج إلى أدلة واستنباط وعلم كان قوله ولكن لا يعلمون جزاكم الله خيرا